ممكن أن نقول بأن النظام الضمان الصحي سيضمنح كل المشاكل للنظام الصحي في العراق ولكنه بداية جيدة وبالتأكيد بعد التطبيق ستظهر به بعض الثغرات التي تحتاج إلى تعديل مستقبلا ونحن داعمين لوزارة الصحة التي أعلن وزيرها قبل يوم أو يومين بأنه ستبدأ تسليم بطلقات التأمين الصحي في بداية عام 2023 أو الضمان الصحي لذلك أعتقد بأن المرحلة الأولى بدأ تطبيق نظام الضمان الصحي ولكن هذا يحتاج إلى دعم حكومي ونيابي كبير بأن تخصص موازنة جيدة ومستقلة عن موازنة وزارة الصحة لصندوق الضمان الصحي لكي نبدأ بداية صحيحة وكي يكون هناك تحفيز وتشجيع من الفئات التي سيتم تطبيق نظام الضمان الصحيح عليها في البداية لأن لا أعتقد بأننا سنبدأ بكل العراق عموما منذ أول تطبيق أعتقد المقترح حتى في لقاءنا الأخير مع الوزير الصحة بأن نبدأ في والله إحنا اقترحنا محافظة ومحافظتين حتى الثلاثة شفنا من الصعب الآن اقترحنا أم نبدأ في وزارات معينة أو في محافظات معينة أعتقد قد نبدأ بمحافظتين يعني حتى قلنا بأنه قد نبدأ في كربلا ومحافظة أخرى وإذا اختاروا ثلاث محافظة ما عندنا إشكال